معنا النهاردة حكاية نموذج للمعنى الحرفي للتحدي والإصرار ومكفحة أي ظروف تبان صعبة جداً أو ممكن مع أي حد تلغبط له حياته مش عاوز أقول كمان ممكن تهدله حياته لكن لما يبقى دايماً قدامنا نمازج إيجابية والنمازج الملهمة خد بالك من كلمة الملهمة دي لأن احنا متعودين دايماً في أحلام مواطن هتبقى النمازج الملهمة لها دور داي أساسي في هذا البرنام حكايتنا النهاردة اللي حبيت أبدأ بها برنامج معاكم حكاية شاب جميل عرفنا من السوشيال ميديا طب عرفنا إزاي خد بالك بقى لأن السوشيال ميديا الآن أحدثك على الجانب الإجابي من السوشيال ميديا لأن فيه جانب تاني جاي بعد شوية مصطفى صبحي مصطفى صبحي شفناه كلنا على السوشيال ميديا ربنا يا رب يعافي ويعافي الجميع تعرض لحادث كان زي الفل فقد بعد هذا الحادث البصر تلقى من ربنا في الأول وفي الآخر ربنا بيسبب الأسباب ولكن طبعا لما يبقى أي حد حضرتك أو حضرتك اللي بتشوفوني دلوقتي فجأة بعد حدثة ما وربنا يحفظ الجميع فقدت بصرك هتتعامل ازاي في الحياة؟ انت أب وزوج أب لولدين وبنت وزوج وفقدت بصرك وانت فعز شبابك شكل الدنيا هتبقى موجودة معاك ازاي؟ انتوا شايفين معايا صورة مصطفى أهو اللي هو بطل قصتنا في أحلام مواطن النهاردة اللي أنا بادعو كل اللي بيشوفونا أن مصطفى يستاهل تماما من خلال أحلام مواطن أو حتى تطمن معانا أو حضراتكم أن احنا لازم نقف جنبه طالما قصته وحكايته هو اللي أنا بقول هالك دي مصطفى تحدث ظروف بيعمل أكل زي الفل قال أنا مش هاعد في البيتنا باشتغلش أنا هعمل مشروع أكل زغير خد بالك بقى دي النقطة الإيجابية أن انت تبقى بقى بالدور على لقمة العشب الحلال والرز وتطلع تبقى بالدور على رزقك لازم أقولك تحية تقدير واحترام أصي أنه عنده كل المبررات بما أن ربنا ابتلا بفقدان البصر أنه بقاعد بقى ومستني وشايف شكل الدنيا عامل إزاي لا ده من سبعة الصبح وستة الصبح وبينزل وبيخرج وبيشتغل